خامساً ثم اتحدث الإمامة بداود عليه السلام علم حكمة ملك خلافة بعد طالوت قد اغتضت الحكمة والإرادة الإلهية أن تجمع الإمامة في داود عليه السلام فاتحدت فيه إمامة النبوة وإمامة الملك فصار ملك النبي أليف قد أنعم الله سبحانه وتعالى على داود بالملك والعلم والحكمة قال العليم الحكيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنار ولما برزوا لجالوت وجنوده فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق باء قد جعل الله داود خليفة في الأرض قال العزيز الحكيم يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق تلك الأرض تلك الأرض